أنع مجلس النواب شهداء قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء وأكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة لا دين له ولا وطن ومناهض للحياة وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب والقضاء عليه وتطهير ربوع الوطن منه